هذا وأعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ زى تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس التي تشهد مواجهات مسلحة أدت لوقوع العديد من الوفيات والمصابين بين المدنيين ودعا البرلمان العربي جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف العنف وموجات التصعيد وضبط النفس حقنا للدماء والعودة للحوار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي والتوصل إلى حل ليبي ليبي يحقق الاستقرار في ليبيا معربا عن تضامنه الكامل مع الدولة الليبية مقدما تعزيه لأهالي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين